كان من أهم الموضوعات اللي تناولناها في البرنامج الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية حقوقها وأوضاعها الاجتماعية متحديدا الجدل حول مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية كانت للأسرة عموما والطفل المصري ثقافيا وتعليميا بصفة خاصة كان لهم مساحة مهمة في حواراتنا مع ضيوفنا في البرنامج ما الذي سيدير لرجال الدين أن يكون الطلاق في مصر ليس شفهيا أن يكون أمام مثلا القادي أو به شهود أيضا كالنص الآية القرآنية النص واضح في القرآن لأنهم اختلفوا في التفاسير لماذا؟ لأن الدين الإسلامي يفسر من قبل الرجل الرجال هم اللي يفسروا الدين لو أن التفاسير دي كانت تمت عن طريق المرأة كان الأمر اختلف كثيرا مشروع الأحوال الشخصية الجديدة نحن نتكلم بقى دلوقتي حتى سياسة أقمش دين قانون زي ده هل مفترض أن ينفرد به رجال الدين فقط؟ إذا كان صحيحا أن المشروع المتداول هو من صنع أو كتابة الأظهر الشريف أقول لم يكن هذا موفقا هو من صنع هيئة كبار العلماء لي وعايز أقول وبأخطط يعني أي موقف يقود إلى هذه النتيجة المسؤول بحكم الدستور في مصر عن صنع القانون ومجلس النواب أن يكون الطلاق ليس شفاهة ولكن مكتوبا أمام القاضي طبعا أو ممثل الحكومة المنع أو الجعله يتراجع إلى الآن ولم ينفذ دخل المأزون؟ سلسلة من الناس بتساند بعضها البعض لأن من ناحية الشريعة فيش ما يمنع من هذا من ناحية العملية والتنفيذية فيه ناس هتدار من هذا طبفل يكون مشروع قانون ويعرض على مجلس النواب آه لازم ما فيش أي سبب منطقي يجعل الناس اللي وقفين ضد هذا القول ليهم حق الحقيقة طفل اليوم في مصر كيف ترى؟ مصادر ثقافته؟ مصادر تسليةه حتى؟ اهتمامه؟ ايه؟ هو حرك أراه يعني جنديا مستقلا يحاول أن يحارب كل الذين يعادوه ولا أريد أن أكون جارحا في كلامي لكن إحنا المصريين بصفة عامة يعني بيحبوا أولادهم جدا ودي حاجة جميلة لكن الاختلاف الشديد في مفهوم الحب ومفهوم الطفولة لدينا هو اللي بيؤدي إلى أن إحنا بنفقد أبنائنا من حوالينا من غير ما نحس سيارة ترجع إلى الخلف بسرعة الصاروخ كنت تتكلمي عن موضوع المرأة وعن أوضاع المرأة في مصر على سبيل التحديد تقصد إيه؟ أقصد بالسيارة سيارة الاجتماعية وليست السيارة السياسية لأن السيارة السياسية تتقدم إلى الأمام بالمرأة وكثير من المنجزات تحققت في الفترة الأخيرة بسبب قيادة هذه السيارة السياسية أما السيارة الاجتماعية فهي بالفعل تعود إلى الخلف وكلنا شايفين أنه في حالة تنمر بأشكال مختلفة على المرأة المجتمع أصبح بيزوج بنفسه في كل تصرفات المرأة دايما هي موضع نقد دايما هي في حاجة إلى إثبات أنها على صواب أنها ليست في موضع اتهام الكثير من الحريات الجلنة كان بيتمتع بيها لم تعد قائمة أصبح فيه نوع من التنميت أو استيريوطايب كده معين لابد أن تدخل فيه المرأة وإلا أصبحت خارج السياق وملفوظة اجتماعية فهذا هو المعنى الذي أقصد لو سألت كيف ترين واقع المرأة المصرية الآن بشوفها في عصر زهبي بشوفها يعني عصر حافظ على حقوقها كتير بعد مراحل كانت صعبة وأحلامها مفتوحة يعني أي ملف اللي تمكين المرأة بيبدأ من نقطة وبينتهي عند نجاح إحنا متحركين القطر خرج كده من المحطة بتاعته بنتحرك بننجز في إرادة سياسية غير مسبوقة من رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحلام اللي السيدات بتفكر فيها صدقيني الأحلام حتى لو أحلام لسيدة بسيطة أو أحلام بنات عايزة تدخل مجلس الدولة أو النيابة العامة كل الأحلام دي من محطوطة على في الدراسة ومحطوطة على استراتيجية وأطلقها سيد الرئيس الاستراتيجية في 2017 فإحنا عند فين الخطة إحنا بنتحرك بمؤشرات واضحة النسب بقت تزيد سواء في مجلس البرلمان أو مجلس الشيوخ البرلمان الوزارة 25% في الوزارة ومتحافزة على هذه النسبة لا فيه تحرك كبير جدا 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 أحلامنا حقها أن تاخد كل المناصب دون أي تمييز حق أن المادة الخاصة بالدستور المادة 11 أن تبقى موجودة في كل الأماكن دون تمييز حقها أن الدولة تكفل لها كل الحماية من كل أشكال العنف ضدها وحقها أن تبقى المرأة المعيلة والمسنة والطفلة والسيدة الأرملة كل دول يبقى عندهم حقوق وإحنا الحمد لله متحركين للأمام يعني ترجمة نانسي قنقر